واستعرض شكري كذلك الأولويات التي ستتبنها الرئاسة المصرية الأوروبية المشتركة للمنتدى وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية من خلال معالجة جذور الإرهاب وبناء القدرات الوطنية وشدد شكري على أن مصر حريصة على تضمين المرأة بجهود مكافحة الإرهاب وعلى مشاركتها بشكل فعال فيها من خلال تطبيق بعض العدالة الاجتماعية العمل على تعزيز مشاركة المرأة في مختلف الأنشطة وإلى مزيد من الاهتمام بدور المرأة في سياق مكافحة الإرهاب والتطرف بما في ذلك البعد الخاص بالعدالة الجنائية سيدات والسادة وانهاز المنطلق فإنني أدعوكم للمشاركة بفعالية في المناقشات التي ستدور حول الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والذي سيتضمن ضمن أمور أخرى رؤيتنا المشتركة مع الاتحاد الأوروبي لقيادة الملتدة وتطلع إلى التوصل إلى نتائج إيجابية وملموسة تعزز من الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب ترجمة نانسي قنقر